تزوير الحقائق في العراق الجديد لم يتوقف عند صناديق أصوات الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر أيار الماضي فما بعد تزوير نتائج الانتخابات والمصادقة عليه من قبل المحكمة الاتحادية بدأت مرحلة جديدة من التلاعب والدور هذه المرة على المناصب الرئاسية واحدة من أكبر صفقات الفساد يجري العمل على تمريرها لبيع منصب رئيس مجلس النواب بمبلغ وصل إلى 30 مليون دولار مع مكافآت إضافية لمن يدفع أكثر أولا الجميع فاسدون وبالتالي الفاسد يسعى لي يمتلك منصب متقدم حتى يتم سرقة ما يشاء من أموال العراق اثنيا ما ننسحنا الدقلات الأجنبية والخارجية موجودة وبالتالي أي دولة أجنبية أو مجاورة إذا ما ضمنت لها شخصا على رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان تدفع 30 مليون دولار ما مشكلة تمسك الدولة برمتها بنفطها بحضورها بفاعلياتها وقد لا يكون بيع المناصب الرئاسية فعلا مستغربا عندما يصرح عضو تحالف الفتح رحيم الدراجي بأن بيع وشراء المناصب والدمم من قبل سياسيين متنفذين بدأ منذ عام 2003 وستمر حتى يومنا هذا ويضيف الدراجي أن الحكومة الجديدة ستشهد عمليات بيع وشراء للوزارات أيضا لا سيما أنها ستكون مبنية على نتائج انتخابات مزورة أمن السياسيون العقاب فأساءوا إلى إرادة العراقيين ورفضهم لما وصف بالمهزلة السياسية غير المسبوقة في العراق النائب محمد العبدربو صرح هو الآخر بأن إفلات مزوري الانتخابات من المساءلة في ظل قضاء مسيس وفر مناخا مواتيا لبيع المناصب الرئاسية يعني عدم محاسبة المقصرين والمزورين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أعطت الفرصة لكثير من الشخصيات أن تتلاعف المال السياسي داخل العراق وبيع وشراء المناصب وبيع وشراء مقاعد البرلمان الصراع السياسي المحتدم على المناصب والمكاسب يقابله تجاهل شبه كامل لأصوات المتظاهرين في جنوبي العراق وهم يطالبون بتوفير الخدمات الأساسية للعيش ويتعرضون في مقابل ذلك للقتل والاكتفاف والتخوين على يد القوات الحكومية والأحزاب التي تقف خلفها في مشهد يعكس وضع العدالة في العراق الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر